في اكتوبر من العام 2023 ثمن مجمع اللغة العربية في القاهرة مكرمة صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتبنيه تجديد وتطوير المجمع واليوم نستعرض علاقة السموة بمجمع القاهرة والدورة الكبيرة المفذول من الشارقة ومصر في سبيل الحفاظ على اللغة والهوية العربية لم أجد موضوع أرضى عنه وأحب أن يتثقف فيه كل عربي إلا أدب هذه اللغة العربية العجيبة اللغة العربية أرقى اللغات وأسماها وزادها طيبة وعذوبة أن القرآن بها يتلى والأذان بها يرفع وأن الصلوات بها تفتتح وتختتم هكذا يتغنى بعشقها دوما صاحب السموة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تاريخها يفوق تاريخ هذا النهر الخالد على ضفافه يقف شامخا الحارس الأول للغة وجماليتها هو مجمع اللغة العربية الكائن بمنطقة الزمالك في وسط القاهرة أربعون عضوا هم أعضاء هذا المجمع وعضوية فخرية وحيدة هي من نصيب صاحب السموة حاكم الشارقة نظر لجهوده الكبيرة في الحفاظ على اللغة والهوية العربية نحن نقدر اهتمامه البالغ باللغة العربية على نحو لا يشاركه فيه أحد في العالم العربي كل من حيث العناية باللغة العربية في مؤلفاتها وفي تراثها وفيما يحقق فيها وفيما يعني يكافئ عليه المتفوقين في الشعر وفي الأدب وفي السرد وفي الترجمة وفي الدراسات اللغوية عنده جائزة للدراسات اللغوية وعنده جائزة للشعر وعنده جائزة للسرد وعنده يعني أشياء كثيرة كلها تدل على عناية بالغة أينما وجدت اللغة العربية تجد أيديه البيضاء المحافظة عليها وهو ما تجلى في الاجتماع الأول في العام التسعين لمجمع اللغة العربية حيث تمت فيه الموافقة على هدية حاكم الشارقة للمجمع بتطويره وتجديده على نفقة سموه محبته للمجمع المصري قرر سموه بأنه يتبرع في عملية تجديد المجمع المصري من ناحية التجهيزات ومن ناحية الإمكانات ومن ناحية التأسيس بحيث يصبح في مستوى ملائم لإسم المجمع المصري واهتماما منه ومحبة من ناحيته لهذا المجمع ذلك المبنى العريق يتكون من خمسة طوابق يحتوي على غرف استقبال وغرف لجان وقاعة مؤتمرات ومكاتب إدارية فضلا عن مكتبة رئيسية تحتوي على ما يزيد عن خمسين ألف كتاب في شتى فروع المعرفة ومجلدات رئيسية وأمهات كتب إضافة إلى مكتبة للكتب الأجنبية الاهتمامات مشتركة بين هذه المؤسسة مجمع اللغة العربية في القاهرة وبين صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي الشيخ الشارقة هو مسكون بكل مشاغل الأمة خصوصا من الناحية الفكرية والثقافية واللغوية ولذلك التقت المهمتان وكان من الطبيعية جدا ليس فقط أن يرعى سيادته سموه الأعمال والأنشطة المختلفة ولكن أن يشارك فيها أيضا لأنه بجانب كونه أميرا أو شيخا هو عالم وباحث مرموق واستكمالا للجهود الخاصة بحفظ لغة الضادة كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أطلق المعجم التاريخي للغة العربية ذلك المشروع المعرفي الأكبر للأمة المؤرخ للمرة الأولى لتاريخ مفردات اللغة العربية وتحولات استخدامها عبر 17 قرن ليبقى الحفاظ على اللغة العربية هو الشاغل الأكبر لسلطان العلم لأخبار الدارة محمد عبد العظيم القاهرة المترجم للوقع اشتركوا في القناة المترجم للقناة